السلام عليكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا قائب ألف خير اليوم جبت لكم حلوة جافة اقتصادي بالزيت سريع التحضير سامبل صابلي روسي مخدوم بالعسل والبيكاربونات اللي تعطيه واحد الدوق مميز يجي يشبه لهذه القاتوغيس بالعسل وننصحكم به بزاف يجيب بنين نضع لكم الرابط في صندوق الوصف ولكن ما يجيش الطري هادا كفيه الكريمة هادا اني فتحت لكم حبة يجيه الشيش ويجي مقرمش في نفس الوقت ويدوب في الفم شوفو كيفاش يتفتت غير وحده وتاني المقادير غير بالمغرف ماشي بالميزين وانشي بالقرامات ونبدو بسم الله في الصابلي عدنا واحدة بايد بدرجة حرارة المطبخ الوزن تها 60 غرام مع زوج مغارف تاع سكر حبيبيت مع زوج مغارف وكبار تاني تاع العاسل نقلها يجب نصها في المغرف وانتو ما عبروا قبل الزيت كي ترون العسل تنزلكم قعم المغرف مع ربعة مغارف التاع الزيت كبار مع رشة التاع الملح شوية تاع فاني مغرف صغيرة ونحل المقادير هادا كابل فوية شوية قدمي يندمجوا تنتح لديك الحبة تاع البيض هنا حاولت نعبر لكم الفارينا أنا درت هنا مباشرة 230 غرام تاع الفارينا نوعية جيدة تاكارون سينك عبرتها لكم فذك الكوب اللي سيعت تاع 220 مليل لتر من السوائل وزدت نصف مغرف صغيرة هديك مغرف تاع القهوة درت النصف تاعها تاع بيكاربونات واللم غير بصباعي ما نعجنش لعجين هنا شوفوا فيه العسل غدي يتلسق لكم في يديكم هنا زدت واحدة المغرف صغيرة تحتاج لكم الفارينا غير باش نسلك يديهم هديك العجين وثاني نحاول نقلع هديك العجين ليسق في البول استعملت حتى الكوبات باش نقلع قاع العجين ليسق في البول تكون عجينة تكون طرية بهد القاوة شوفوا رهي واضحة في الفيديو ما تكون شايابسة نغطيها بالبلاستيك غير بلا ما ما نخليها لا ترتح في تلاجلة والوغي بلا ما ما وجدت سينية وراني نوزن في الكورات هنا وزنتهم 21 غرام للكورة ونحطهم فوق باش ندخلهم يطيبوا ما ما يلسقوا ليش هنا شوفوا كنت وجدت نفس الوصفة من قبل باش نتأكد إذا بنينا إذا ناشحة ولا لا شعرت تدخلي فيها تعل كمية الطاحين أنا دائما نعطيكم كمية الطاحين مضبوطة خاتش كون من جربتها من قبل إذا هاد الوصفة عمر ما جربتها حتى نجربها باش نمدها لكم أنا ما نعطيكم شو كمية الفارينا ونقول لكم دير وقتها تلتم لكم العجينة وهي تاني الفارينا على حساب النوعية تعل طاحين كل واحد والنوعية تعل طاحين اللي يستعمل أنا استعملت سفينة 45 أما التزين إما هذيك المطرقة إذا عندكم أو هذيك الليمو للصغار سيرت تهم معقول أو حتى تطبي سيليكون يعني دائرة بهالصابلي في القناة تتقطع عليه أو حتى ذيك الشبكة اللي نقلوا فيها المقروة أو حتى مول تعل السيار المهم الشكل تاعه عادي السابل ما فيها لا تعقيدات لاوالو تستعملوا أي حاجة تزينوا بها عندكم في الدار نغطس هذي المطرقة في الفارينا ونضغط على هذي الكورات ما تضغطوش بزيف حتى يوري لكم الارتفاع التحارقيق بزيف يعني شوفوا قد ما يدي هذيك الشكل تعل المطرقة ونمسخنا للفور مسبقا على درجات تكون هادئة إلى متوسطة نحن في الدار نبغو الصابلة يكون مقرمش ويكون هشيش في نفس الوقت شوفوا تقدروا تستعملوا تاني هذي الشكل يجيش باب ونبغو لكم كل واحد وكيفاش يبغي تناول الصابلة تاعه احنا ما نبغوه يكون الطريق نبغوه يكون مقرمش وهشيش اذا سخنت الفور مسبقا دخلت السينية فرف الوسطاني على نار تكون هادئة انا اداني مدة الطبخ على حساب الفور 35 دقيقة ممكن يدي لكم 25 35 ممكن حتى 40 دقيقة ولكن تكون النار هادئة ما تديروش نار تكون قوية حتى ينحرق لكم ورح عينكم عليه مشعل لاش النار من الفوق وحده يدي هذي اللون الدهبي خاطر شراح فيه كمية تاع الاسل وكمية السكر غير تشوفو الده ده اللون الده بالشباب من الفوق وثاني من التحت كما وردكم ما نحرق ليش اقلعوه ومباشرة نحطوه فوق شبكة باش متخلوه في السينية ويعرق لكم وولي لكم مطري القهوة من يوريتها لكم في الاول تاع الفيديو شوفوا كيف يجي هشيش ويتوت غير وحده سيلاهما